موسيقى موسيقى هذا الشاب بالأسف جاءت عندنا المصلحة يوم الجمعة جراء واحد عملي واحد حادث وقع عليها كانت تداوي ديلا بدأ في مرحلة الأولى بمسفا بمكنس تكلف بها تقم طبي اختصاصين في جراحة العيون بمكنس قاموا بعملها جراحية أولية على عينين بجوج ومن بعد تكلفنا بها نهار يوم الجمعة الحقيقة في الفحص الأولي للأسف تبين بأنه كان واحد أدرى جاسيمة على العين بجوج ماشيه العينين حتى ومن ثم العدم اللي داير بالعين تهو للأسف في قصور وهذا جراء الدربة اللي كانت حقيقة بحدة كبيرة قمنا بمجمعة متحاليل سكانير وأشياءات الإيكوغافية على العين دلها وجراء التحليل الأولية قررنا نحاول ندروا محاولة أخرى دي العملية جراحية اللي درنا لها النهار السبت السباح اللي كانت ندروف ملئمة من ناحية دي البنج ألوغ هد 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 نهار اللي قمنا بيه هو تندرنا على فحص تاني للأسف الحالة من ناحية دي العين ديلها الآن هي الحالة الحقيقة خيبة بسر يعني الأضرار اللي وقعوا لها في العين ديلها بجوج للأسف ما يسمحوا لاش أنها أنها تشوف وما كانتش يواسيلة طبية دابال اللي تسمحنا أنه نحاولوا نرجع لها واحد وخا واحد شوية دي الشوفان علاش لأنه جميع الطبقات دي العين ديلها بجوج تعرضوا الوحد الأضرار يعني كثيرة بزاف للأسف طب ما يمكنش يستطع أنهم دكش كلنا نصلحوا بانسوق هد كين خدنا رأي ديل الأستداء اختصاصية في جراحة الوجه لأنه كين واحد الكسور في الآن في العظم اللي تدور بالعين قررنا بأنه مؤقتا أنه يعني العمل الجراحية في هد هذا الكوسور ما عندهم جميع شي شي مفعول كبير ونشوفه المراقبة بعد شانا تكون وفي نفس الوقت لاحظنا بأنه من ناحية نفسانية الحقيقة لا يكون في العوان يعني وقع واحد ضغط نفساني كبير الأسافية نعمة البصر اللي لم أبقاتش عندها لهذا هذا في إطار يعني تشعركوا مع مصطحة بنفسي بالمقس الشفائي جميع الحسن الثاني هذي نقوموا بواحد موازاتا مع تطبيب ديلة الدباء من ناحية العينين من ناحية الكوسور اللي عندها في الوجه ديلة ونقوموا بواحد دعم نفسي الذي يواقبها في هذه الفترة هذه